موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أوقاتكم مجاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الانديبندنت التي نشرت مقالاً بعنوان انتهاء مهلة داعش لمسيحي العراق جاء فيه في مقالة للكاتب البريطاني باتريك كوكبرن حول هجرة مسيحي العراق من الموصل قال الكاتب إن المهلة التي حددها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش أمام المسيحيين لاعتناق الإسلام أو دفع جزية مقابل البقاء قد انتهت ما دفع ألاف المسيحيين للهجرة من منازلهم في الموصل وقال الكاتب كوكبرن إن ألاف المسيحيين في شمال العراق تركوا منازلهم التي سكنوها لأكثر من ألفين عام في نزوح جماعي لم يشهده تاريخ الشرق الأوسط منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وذلك بعد أن قام تنظيم داعش لوضع المسيحيين هناك أمام خيارين إما اعتناق الإسلام أو دفع الجزية وأضف الكاتب أن كل من لا يقبل بخيارات داعش فعليه الرحيل دون أي متاع أو أموال ومن لم يفعل ذلك فسيكون مصيره القتل كما أشار إلى أن داعش كانت قد أصدرت مرسوما لأسبوع الماضي وزعته على منازل المسيحيين قدمت فيه ثلاثة خيارات للمسيحيين إما اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو الرحيل في موعد أقصاه التاسع عشر من يوليو الجاري ومن لم يفعل ذلك فلن يكون أمامه سوى الموت وجاء ذلك عقب دعوة داعش للأساقفة والقساوسة في الموصل لاجتماع بهم الأسبوع الماضي إلا أنهم رفضوا وتنقل الصحيفة عن مسيحيين أن قوات داعش اعترضت طريق بعضهم أثناء نزوحهم من الموصل بحثا عن ملجأ في إقليم كردستان وجردتهم من جميع ممتلكاتهم حتى الهواتف النقالة ولم يبقى لديهم سوى الملابس التي يرتدونها ويذكر الكاتب أن مدينة الموصل هي أكبر المراكز المسيحية القديمة بالعراق وتضم خليطا من الأطياف العراقية من السنة والشيعة والتركمان والأكراد مشيرا إلى أن عدد المسيحيين في الموصل كان يتجاوز المليونين سما قبل أن تستولي داعش على المدينة إلى أنه لم يبقى مسيحيون في المدينة بعد أن استولت داعش على منازلهم وممتلكاتهم وهددتهم بالقتل نقرأ الآن في صحيفة الحياة التي نشرت تحت عنوان من هو الملاك النرويجي الذي يداوي أهل غزة جاء فيه؟ لا يتردد الطبيب النرويجي مادس جيلبرت في المجيء إلى غزة كلما تعرضت لعدوان إسرائيلي الرجل يأتي لتوظيف خبراته الواسعة من أجل نجدة أهل غزة لا سيما وأن القطاع الصحي يعاني من مشكلات عدة بسبب الحصار وليست هذه أول مرة يزور فيها القطاع إذ قصد جيلبرت غزة أول مرة ضمن لجنة الإغاثة النرويجية مع مواطنه الجراح إيريكفوس وعمل في مستشفى الشفاء وسط القطاع خلال العدوان الإسرائيلي في 2008-2009 أثناء العملية التي عرفت بالرصاص المصبوب وأثناء حرب حجارة السجيل التي بدأت بالقصف الإسرائيلي في 14 من 22 نوفمبر 2012 تحت اسم عملية عمود السحاب ويسمونه في مجمع الشفاء بالملك وكتب اسمه على إحدى غرف المستشفى تكريما له وعرفانا لجميله ولا يقتصر دعم جيلبرت لغزة على الأمور الطبية بل يدعمهم معنويا ويجدد باستمرار تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه ويصف ما تقوم به إسرائيل بالجرائم الإنسانية ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل وقد كانت لجيلبرت رسائل عديدة عبر الإعلم أكد فيها همجية إسرائيل ما عرضه لانتقادة واسعة في بلده النرويج ننتقل الآن مشاهدنا إلى صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقنا لأيلين كوجامان بعنوان إلى إخواننا السوري جاء فيه ظل اللاجئون يبحثون عن مأوى لهم في تركيا لعدة قرون حيث هرع الروس عقب الثورة البلشفية في عام 1917 واليهود الفارون من الاضطهاد النازي والأرمن والإيرانيون بعد عام 1979 والأفغان والعراقيون الفارون من نظام صدام كان باب تركيا دائما مفتوحا حتى أثناء معاناة تركيا من أخطر المشكلات الاقتصادية وتتابع الكاتبة قائلة ردود الفعل المناوئة للاجئين التي تطلقها بضعة أصوات أصابت الشعب التركي بالدهشة وليو أن أبعث برسالة بناء على هذه التفاعلات الضعيفة أمل أن تصل هذه الرسالة إلى أولئك الذين يعتقدون بأن اللاجئين في هذا البلد يمثلون عبءا أولئك الذين قد يغلقون الأبواب في وجه اللاجئين من أجل راحاتهم الشخصية أو لأسباب الديمغرافية لا أحد يسعى إلى ترك بلده أو وطنه أو عائلته ليعاني الفقر في شوارع أرض أجنبية إلا إذا كان في حالة يرثى لها يعني أن تقول للاجئ عد إلى وطنك فإنك بذلك تسلمه إلى حيث نهايته وأولئك الذين يعيدونه سيقع على عتقهم مسؤولية وفاته وستتلطخ أيديهم بدمائه ومن يقولون لقد أفسد اللاجئون الراحة والسكنة علينا يظهرون العدام ضمائرهم بشكل لا يمكن تفسيره قد لا يكون هناك ذات النظام المعهود منذ وجيء اللاجئين وقد تتأثر إدارة شؤوننا التجارية وقد نعاني الجوع أو نتعرض للأذى أو حتى نصاب إن من يعيشون لراحتهم الخاصة يشيعون الأنانية السائدة بالعالم بالفعل قد يأتي اليوم الذي تنقلب أنانيتهم عليهم وتتالع الكاتبة فالشخص الذي لا يشعر بالتعاطف مع أناس يواجهون شتى الصعوبات لن يشعر بالأحرى بأي شفقة تجاه شعبه والشخص الذي لا يحمي الأبرياء في أوقات الشدة لن يساعد شعبه وأولئك الذين يعدون اللاجئين مصدر للمشكلات أو يعدونها مواطنين من الدرجة الثانية يجب أن يتذكروا أنهم قد يجدون أنفسهم في نفس الموقف يوما ما وتختتم الكاتبة قائلة فعلى إخوارنا السوريين ألا يقلقوا فلا تتسع هذه البلاد لعقليات قد تعيدهم إلى حيث يقتلون قد يجب أيضا أن أقول كلمة عن سلوك أوروبا تجاه اللاجئين فمن بين أربعين ألف طلب قدم من عام 2011 قبلت بريطانيا ألفي طلب وقبلت فرنسا أقل من ذلك متى ستدرك أوروبا التي تأخذ فيها الأفكار التي تدعو إلى العنصرية والعنف في الارتفاع متى ستدرك أن المشكلة الحقيقية هي العدم الرحمة أمل أن تدرك ذلك قريبا لأن الإنسانية هي من تجرب الخير للبلاد وليس صناعتها أو اعتزازها بأصلها العرقي نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالة لياسر الزعاتر بعنواني المجد للقسام المجد للمقاومة جاء فيه لا مكان للتحليل السياسي أمام بهاء الدم وروعة البطولة لا مجال للتحليل أمام دماء الأبرياء التي سالت في الشجاعية وفي كل مكان من قطاع غزة لكننا نقول إن وحشية العدو إنما جاءت على خلفية عجزه أمام إرادة المقاومة وحين يعجز القتلة عن مواجهة الرجال في الميدان يذهبون نحو قتل الأبرياء ولا يدرون أن دماء الشهداء إنما تزيد المشهد روعة وبطولة وتنبت في الأرض مزيد من الأبطال ما يفعله رجال القسام والسرايا وكل المجاهدين في فلسطين وملحمة للعزة والكرامة ترفع رأس هذه الأمة عالياً وتؤكد أن في فلسطين وفي الأمة رجالاً يرفضون الخنوع والاستسلام حين كان موتورون يتهمونهم باستجداء تهدئة مع العدو كانوا يعضون على جراحهم ويواصلون الحفر في الصخر من أجل مناء القدرة التسليحية ومن أجل تهيئة الرجال القادرين على الصمود والتضحية فسلام عليهم أجمعين وليتنا بينهم نمسح الغبار عن أحذيتهم ملحمة للعزة والبطولة توجه الأبطال بأثر جندي صهيوني نضف الكاتب هذا الحراك السياسي الذي يشتاح العالم لا يتحرك أكثره نصرة لفلسطين وللمستضعفين الذين يقذفهم القتلة بحمم نيرانهم وإنما حرصاً على نتنياهو وبعد عملية الأسر الجديدة سيتصاعد الجهد من أجل إيجاد تسوية لكنها لن تكون كما يريد المتأمرون ويجب أن تلبي طموحات الشعب المقهور في قطاع غزة وفي كل فلسطين وفي الأمة أما الأصوات الصاخبة ضد المقاومة والمشككة بها فستذهبوا إلى مذابل التاريخ وسيبقى الشعب وستنتصر إرادته وستنتصر إرادة الأمة على من يريدون إبقاءها رهن الذل والهوان ورهن أيدي من يرفضون حريتها وتحررها نواصل مشاهدنا الكرام مع موقع العربي الجديد الذي نشر مقالة لميشيل كيلو بعنوان من حرب المدن إلى حرب الحركة جاء فيه ما إن سمع ملاحظتي بشأن بقاء خطوط إمداد النظام السوري مفتوحة طول فترة صراعه ضد الشعب حتى قل بخبرته العسكرية الطويلة لم يكن من الجائز أن يكون لمعركة الجيش الحر أي موضوع غير قطع طرق إمداد النظام حين أضفت وتعطيل مراكز التوجه والسيطرة لديه وتدمير مستودعات ذخيرته ووقوده قال من الأسهل قطع خطوط إمداده لكونها تخترق مناطق خالية من السكان تصلح لنصب الكماء وتنفيذ إغارات ناجحة أو مناطق كثيفة السكان تصلح للقيام بمختلف أنواع الهجمات بواسطة المواطنين أو وحدات سريعة الحركة تضرب وتختفي لكن ما حدث كان غير ذلك فقد بوّن النظام جيشه وأمده بالذخائر والأسلحة طوال فترة الصراع واليوم والمعركة تتحول أكثر فأكثر إلى معركة الطرق إمداد يتساءل المرء عن السبب في بقائها مفتوحة أمام قواته طوال معظم فترة الصراع أعتقد أن السبب يعود إلى حرب المدن التي اختارتها المقاومة أو فرضت نفسها عليها في حرب المدن لم تكن هناك حاجة إلى قطع طرق إمداد النظام ما دمت معاركها تدور داخل حدود المدن وحول شوارعها وأزقتها بهذا الوضع امتلك جيش النظام حرية حركة مطلقة وانتزع زمام المبادرة وألزم المقاومة بقتال موضعي بعد دمان معظم مدننا وعقد هدن مع النظام أدت إحداها إلى إسقاط حمص بانت نهاية حرب المدن بفشل حرب المدن الوشيك مع سقوط دير الزور في يد داعش وتقدمها بصحبة جيش النظام نحو حلب تنتقل المقاومة إلى حرب الحركة خيارا يقيها الهزيمة النهائية لكن هذه الحرم ستفشل بدورها إذا لم تقدها هيئة أركان موحدة وخبيرة تبني جيشا موحدا ومدربا هي اليوم قضية الثورة المركزية التي يعني إهمالها أو إضعافها أو وضعها في أيدي جهلة يربطونها برهاناتهم الشخصية تعني فشل حرب الحركة بعد حرب المدن وهزيمة الثورة هل يعي من يتلاعبون بالإئتلاف والأركان والجيش الحر هذا؟ أم أنهم يعرفون ما يفعلونه ويفعلونه لأنهم يعرفون نتيجته النهائية؟ هزيمة الثورة نواصل مشاهدين مع صحيفة ياني شفق التركية التي نشرت تحت عنوان التعازي للقتل جاء فيه خطوة غريبة ولكن ليست بجديدة قدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال اتصال هاتفي مع نظره الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قدم تعازيه للأخير بسبب ضحايا جنوده الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية التي يقومون بها على غزة وذكر كاميرون خلال الاتصال أن بريطانيا تؤيد وتساند استخدام إسرائيل الرد العسكري المعتدل للدفاع عن نفسها ولم يتخلف الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا أولند عن كاميرون حيث حضر خروج تظاهرات في فرنسا ضد إسرائيل في حربها على غزة مذكرا في الوقت ذاته بأن الاعتقالات ستنفذ ضد أي متظاهر يخرج وفي السياق ذاته قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقييد حركة الأمم المتحدة في هذا الخصوص ومنعت في الوقت ذاته كافة الصحف المحلية والأجنبية الصادرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من ذكر أي نوع من الانتقادات ضد الدولة العبرية جدير بالذكر أن إسرائيل بعد أن قتلت 72 شخصا في حي الشجاعية في غزة قبل يومين لا تسمح إلا للصليب الأحمر بتقديم المساعدات إلى سكان هذا الحي المنكوب وفي انتقاد وشجب لاذع حول هذا العدوان ذكر أحد الأطباء الفلسطينيين في غزة أن الصليب الأحمر قد يسهم من خلال حملته هذه في قتل الفلسطينيين حالها حال العدوان الإسرائيلي نواصل مشاهدنا الكرام مع وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تحت عنوان تركيا تنفق أكثر من ثلاثة ونصف مليار دولار لإغاثة السوريين جاء فيه أوضح رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية فؤاد أوكتاي أن ما أنفقته تركيا بخصوص إغاثة السوريين تجاوز ثلاثة فاصلة خمسة مليار دولار مشيرا إلى أن عدد السوريين في تركيا تخطى مليون ومئة ألف شخص جاء ذلك في حديثه خلال مراسم توقيع بروتوكول بين الإدارة والسفرة الكورية الجنوبية بخصوص تبرع الجانب الكوري بمبلغ خمسمائة ألف دولار لصرفه على المرافق الصحية في مراكز إيواء اللاجئين السوريين ولفت أوكتاي إلى ضعف دعم المجتمع الدولي في إغاثة السوريين مقارنة بما أنفقته تركيا عليهم في المخيمات وخارجها مشيرا إلى أن تبرع كوريا الجنوبية يحمل رسالة مفادها نحن مع تركيا وأن قيمتها المعنوية أهم من مقدارها وأوضح أوكتاي أن إجمالية دعم الدولي المقدم لتركيا للمساهمة في إغاثة السوريين بلغ نحو 224 مليون دولار مقدمة من الأمم المتحدة مشيرا إلى تواصل المساعدة الإنسانية التركية إلى العراق وغزة بدوره أشار السفير الكوري الجنوبي لدى أنقرة ليسان كيو أن ميلاده اتخذت قرارا بتقديم مساعدة مباشرة من أجل تخفيف العبء ولو قليلا عن الحكومة التركية مضيفا 500 ألف دولار يعاد مبلغا قليلا إلا أننا واثقون من أنه سيستخدم لتخفيف معاناة الشعب السوري نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة العهد مقالا لماهر جعوان بعنوان حي الله رجال حماس خلفي رجال أفعال لا أقوال فعلوا ما لم تفعله الجيوش العربية على مدار تاريخها ترسم ملامح النصر والفتح المبين تحدد المعادلة الجديدة والأخيرة للصراع يردون بجهدهم وجهادهم على أعدائهم كلهم داخل فلسطين وخارجها يظهرون براعتهم وتفوقهم وقوتهم وأسلحتهم وتدريباتهم وإمكاناتهم يعلمون الدنيا متى يقاتلون ومتى يسالمون ليستعدوا ويخططوا ويجهزوا للمعركة من الحجارة إلى الصاروخ مرورا بالسكين والبندقية والعمليات الاستشهادية وأسر الجنود والضفاضع البشرية والاختراقات الإلكترونية وطائرات من دون طيار الزنانة متى تكون السلمية المؤلمة والهدنة والتهدئة ومتى يكون النزال والقتال متى تكون الحكومة ومتى تكون المقاومة متى يكتكلم الجناح السياسي ومتى يضرب الجناح العسكري متى يتحرك مشع الوهنية ومتى يضرب أبو ضيف وأبو عبيدة بفضل الله أولا وأخيرا يسطرون تاريخا وأمجادا من النشأة المباركة والانتفاضة الأولى والثانية وتحرير غزة ثم تطهيرها حرب الفرقان صفقة تحرير الأسرة مفخرة حماس والمقاومة والطير الأبابيل والعصف المأكون منذ نشأة إسرائيل لم تقصف تل أبيب من أي جيش عربي إلا من حماس فهؤلاء هم الإخوان حين يحملون السلاح القسام تهتز دنيا بأسرها لجهادهم بفضل الله ثم بفضلكم لم تعد غزة تستغيث بالحكام العرب عند احتدام المعركة بل صارت إسرائيل هي من تستغيث بالحكام العرب لوقف الحرب فسبحان مغير الأحوال فالقوي لن يظل مدى الحياة قويا والضعيف لن يظل مدى الحياة ضعيفا والأيام دول يوم لك ويوم عليك وقد أخذوا أيامهم وجاءت الأيام التي هي عليهم نصركم الله يا جنود القسام الحصار والقسال والاتهامات وتحالف الأعداء والخوانة ضدكم هو ثمن الرجولة والبطولة والتضحيات والفداء هذا هو ثمن إذلال إسرائيل ودست رأسها في التراب ولمثل هذا كان الانقلاب في مصر كي لا نحقق استقلالنا وإرادتنا ولا ننعم بخيرات بلادنا أو نفكر في تحرير مقدساتنا ووحدة صفنا العربي والإسلامي قضيتنا هي قضيتكم قضية واحدة نحن نثور ونطهر وأنتم تقاومون وتحررون ونلتقي في القدس قريبا إن شاء الله ونؤكد للجميع أننا لا نعمل بهذه الدعوة كي نكون وزراء ورؤساء وروابا ومحافظين ورموزا وقادة هذه وسائل يبتغى بها وجه الله لتكون كلمة الله هي العليا وإنما نعمل في الدعوة كي نكون شهداء فمن يعمل لله لا ينتظر غير الشهادة ولا يبتغي بديلا عنها فلا يرى ولا يعقل ولا يتصور للكبار والعظماء لا يتصور غير الشهادة فهي اصطفاء واختيار واتخاذا وانتقاء ورزق وهبة وعطية ومنحة من الله تعالى لأوليائه الأبرار المخلصين القادة الكبار العظم أحمد ياسين والرمتيس عقل والعياش وأبو هنود المقاومة واشحاده وانصور والجعبني وأبو شنم ونزار ريان وسعيد الصيام رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبليله كلما استشهد رجل تبعه رجل وكلما ترجل بطل تبعه أبطل وكلما ارتقى أخ تبعه إخوان إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسنة وتابعتكم نلتقي مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة